ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حفظه الله ورعاه انطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشورى العماني في فترتها العاشرة بحضور اعلامي اقليمي ودولي واسع حقيقة سلطنة عمان عملت نموذج نموذج فريد من نوعه في عملية الانتخاب الالكتروني عن طريق الابليكيشن أو الموقع الالكتروني وتطبيقات فهذه العملية كثير من الصحفيين والاعلاميين من كل دول العالم كان متشوق لتغطيتها ولهذا الحمد لله تم استضافة تقريبا مثل ما تفضلت خمسين اعلامي وصحفي وتقريبا خمس وعشرين فريق تصوير انتوا واحد منهم من مملكة البحرين الشقيقة وأهلا فيكم في سلطنة عمان بلدكم والتغطية الاعلامية والزخم الاعلامي اللي صار لهذه العملية الفريدة من نوعها حقيقة شيء يعني يشاد به احنا منذ وطأنا ارض سلطنة عمان هذا البلد العربي الكريم لاحظنا حفاوة الاستقبال لاحظنا مدى اهتمام البلد في هذه الانتخابات حقيقة انا فجئت باعداد الصحفيين الكبيري المصورين الاعلاميين يعني كحضرتك ومعظم الدول العربية حتى في ذات السياق نحن هنا كاتحاد اذاعات الدول العربية موجودون لتغطية هذه الانتخابات ونضع شبكة الاسبو فيزيون على ذنب الهيئات نحن عنا 22 بلد عربي من بالثلون وعنا اتحادات اذاعية صديقة على غرار الاسبو فيزيون واليورو فيزيون والازيا فيزيون هذا الحجم الكبير يعني يعطيك دلالة على مدى اهمية هذه الانتخابات التي تعيشها السلطن باجواء اعلامية رحبة توافد اكثر من خمسين صحفيا من مختلف دول العالم للمشاركة بتغطية الحدث الديمقراطي الاكبر في سلطنة عمان الشقيقة والذي تميز في هذه الفترة بالتحول التقني الكبير الذي نقل عملية الانتخاب من التواجد الشخصي في مقار الانتخابات والتصويت الى التصويت عبر تطبيقات اجهزة الهواتف الذكية فيما يتعلق بالاجراءات الخاصة بالاعلاميين منذ وصولنا منذ اللحظة الاولى الى السلطنة كان هناك اهتمام كبير لتقديم المعلومات ولتنظيم اللقاءات وترتيب حتى مسألة الاجابة على تساؤلات عدد كبير من الصحفيين بالامس التقينا مع الوزير الداخلية ومع الوزير الاعلام وعدد من المسؤولين من وزارة الاعلام ايضا كان هناك على مدار الساعة ربما تلبية الاستفسارات الصحفيين حول كافة الاجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية وزارة الاعلام وفرت اولا المركز الاعلامي لكل الصحفيين والاعلاميين من داخل وخارج السلطنة مع كافة التسهيلات التقنية لهم من الاستوديوهات من الكاميرات من المكان المناسب لهم المركز الاعلامي ايضا يمدهم بالمستندات والصور والمعلومات واخر التحديثات والارقام في عملية الانتخاب التي توفر لهم بيئة مناسبة للقيام بمهامهم الصحفية كما يجب صحفي مختلف الوسائل الاعلامية ابدوا استحسانهم بما وفرته لهم السلطنة ممثلة بوزارة الداخلية وبوزارة الاعلام من تسهيلات ودعم تقني ومعلوماتي ولوجستي ساهم في انجاح التغطيات الاعلامية وإيصال هذه الصورة الحضارية الناصعة عن السلطنة الشقيقة للعالم اجمع هذا الحرص الاعلامي الكبير من قبل اكثر من خمسين صحفيا جاءوا من مختلف دول العالم يعكس الاهتمام الدولي الكبير بمكانة السلطنة وفعالياتها وانشطتها اضافة الى نجاحها في التجربة الديمقراطية المميزة التي يخطها العمنيون اليوم بكل اقتدار من العاصمة مسقط يحيى العمري لمركز الاخبار تلفزيون البحرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة